الدوانية الأشعار والدوانية تعتبر نادي علمي نادي ثقافي تعتبر كانها فندق فيها ضيافة نواخذة تجار من دول خليج ينامون فيها عندهم وتعتبر مكان اجتماعي حل المشاكل الاجتماعية وحق الصفقات التجارية أول أهل الكويت يسوي الدوانية مو أي مكان الدوانية لازم تكون على براحة على البحر ما الضايق المارة فيها مجال لقلنا الدوانية في دواوين كبار حوش كامل حقها هذا الدواوين دول خليج سميها المجالس حنا الدوانية ماخذينها جايتنا عن طريق العراق يسمونها الدوانية وحنا الدوانية دواوين الكويت معروفة في بعضها لحد الآن موجودة على الساحل ولا كلنا أخذها كل تاجر عندها دوانية غير الدواوين الصغيرة اللي داخل البيت الديوان هو المادش فيه دهريز الديوان يصير فيه مشب على اليسار دار صغيرة دار الشبوب حق القهوة الطبخة العودة وفيها مكان حق الحطب وفيها مكان حق الضيافة وفيها حوش وفيها ليوان وفيها مقلط وفيها دار استراحة حق ضيوف النوم وفيها مسبح وفيها مختلة اللي هو الأدب الحمام العود فيها جليب بعض دواوين فوق الصير فوق يصعدون لها بدرج قلنا فيها حوش فيها ليوان الدوانية درايشها على الشارع وداخل بتهوي بصير تيار هوا وجلوسها على الأرض مساند بس ما يحطون مطارح مطارح في دار المقعد داخل دار استقبال يسمونها حين بشوف هالدلال بشوف وجار وجار الحفرة يجيبون الفحم ولا حطب إذا بغيش يبون يبطلون الدرايش وفيه درايش فوق صغيرة يسمونها الكتيبة حق الدخان شوف هالدلال الزل السجاد الإيراني اللي صار حر حطوا المداد وحطوا مساند قطن بلشته مساند سدو بعضهم قاموا يحط مفارش بعدين صارت خوت اللي هي الكراسي الخشب يبونها من الهند منقشها خشب صاج الحوش فيه كراسي حق قعدة الحوش وبرك كان على البحر حطوا الدتشة وعليها مثل حصير ومساند حق الشياب يقعدون بعض الدواوين الكبيرة بالدهريز فيها دتتتين هي مهوة مفلتر تيار بالدهريز يطل على الحوش وكباب داخلي على البيت هذا حوش حوش الدوانية هذاك حوش الحرام بيت الحرام اللي فيه العائلة فيه قلبان فيه برچة عشان مياه لمطار صب البرچة يحتاجون لحق الدوانية وهلق هو والهيل والشاي واللومي عندهم هالمباخر يبخرون الناس وراح نكمل وياكم بعد الفاصل رجعنا لكم تكملة عن الدواوين وحنا شرحنا موقع الدوانية وحنا نتكلم عن أصول الجلوس بالدوانية الدواوين عامر يجب على صاحب الديوان مثل ما يونى الناس يروح حق الناس هو بس أنا قاعد بالدوانية وهو رواد الدوانية اللي قوم على الدوانية رأيها عياله ولا عيال عمه ولا وز عمه إذا هو مو موجود ينوبون عنه يستقبلون الناس في المناسبات هنين ناس تسلم على بعضها هنين ناس تبارج على بعضها فوقت تحد تلقى بها الدوانية تابت تسأل عن شغلة ولا شي بها الدوانية الدوانية فيها أصول قلنا بالقلوس كل واحد يعرف وين مكانه الضيف وين يقعد الرواد وين يقعدون صاحب الديوان بصدر يدش الضيف خاصة كبار السن سيد على صاحب الديوان وقعد يمه وذا يتسلم بالديوان السلم من اليمين وانت رايح عليهم كلهم ولا يصير انك تسلم على الواحد والسولف وياه انا امس مريتك بالبيت ما لقيتك ولا شذي ولا انا شبت فلان ما شبناك قبل لا هذا ما يصير تسلم وتمشي شذي تخلي القواقف ينطرك وفي بعد حنا نشوف هيدش الدوانية خطر ابوه ولا أخوه ليش على ابو تسوي شعب حتى لو انت انت اللي منزله من السيارة تسلم تسلم صافح الكل لا حد يظن انه والله هذا ليش ما يحاتي ابوه ولا ما يحاتي يخوه اي واحد ما تخطر حتى لو ما تحاتي لازم تسلم عليه اثناء ما انت تسلم قام واحد من وراك ما وصل الدور وطلع هذا اكبر ايب يحس بالحركة يلتفت بعدين لقيت قاش فيه فلان قام انا ما بيني بينه شي هذه هنبعد لازم يحرص عليها الواحد سلم الأخ قلت له تعال حياك انت اللي ياه علشانك حياك تفضل قاعد يمك وتقاعد يسولف وياه على طول خلى لين يسلمون عليه كان صبح عندنا عادة حنا صبح كالله بخير ولا العصر فوق مساه كالله بخير هذا ما خلى مجال حتنا كلهم يطالعون يابو يسلموا أليه مقادرين ها قاعد يسولف معا إذا تكلم شخص كبير الكل يسمعه ولا يصير التراكة معه الكبير على المسند ولا على التكية هذه تخليه على راحته ولا تسأل ياه واحد متأخر بالديوان هاي ابو فلان وينك قال والله أنا شوي وديتها لي الطبيب يطلع هذا ما لقوف يقول لها شفيهم عيب المرأة ما يقولون عنها شفيها بس خلاص ما يشوفون شر خلاص مساسر هذا ما ينبغي واللي يتكلم الواحد كلهم يسمعونه الحين معه العسف حالتلفونات كل واحد طالع تلفونا أول لا يونحق السالفة هذا مثل عنده شعر شاعر ياه هم يسمعونه كلهم يسمعونه ولا حايتكلم ولا حايت يقاطع ولا حايت قال سالفة الكل يسمعونه لقام استاذن السلام عليكم بيطلع ما يصير يسحب بدون لا يسلم واذا عنده يا أهل يا يبو وياه ولد شوية فاز ما عد تكلم كلش بس اسمع لا تسأل إلا محفوفة يعلمه والحيم إن شاء الله عيالنا فيهم خير كلمة عمي يبقى في احترام نبيم احترمان أكثر بالجلوس طريقة القاعدة طريقة وهذا ما عندنا إن شاء الله نكمل وياكم إذن المشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نراكم بإذن الله في الحلقات المقبلة إلى حين ذلك الوقت في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر